اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية صباح اليوم مع أخي سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين وفي بداية الاجتماع هنأ معالي وزير الخارجية سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بمناسبة تعينه وزيرا لخارجية دولة قطر الشقيقة وتمنيا لسعادته كل التوفيق والنجاح وقد أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة أن العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر الشقيقة تشكل نموذجا يحتذى للعلاقات الثنائية بين الأشقاء حيث ترتكز إلى تاريخ مشترك وعلاقات راسخة وتحظى برعاية واهتمام كبيرين من قيادتي البلدين الحكيمتين لدفعها باستمرار نحو المزيد من التعاون الأخوي في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع للبلدين والشعبين الشقيقين من جانبي أشهد ساعة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مملكة البحرين ودولة قطر مؤكدا الحرص المشترك على الارتقاء الدائم بهذه العلاقات على كافة المستويات ومتمنيا لمملكة البحرين المزيد من النهضة والازدهار كما جرى خلال الاجتماع التبحث والتنسيق حول عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل الخليجي المشترك وبأمن واستقرار المنطقة والسبل الكفيلة لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه دولها وشعوبها اشتركوا في القناة